هذا وقد التقى رئيس مجلس الشيوخ برئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العملي العالمي بمقر مجلس النواب ورحب الطالبي بوفد مجلس الشيوخ المصري مشددا على أهمية التواصل بين المجلسين استثمارا للعلاقات القوية بين كل من مصر والمغرب وطالب العالمي المستشار عبد الرازق بمساندة مصر للمغرب في البرلمان الأفريقي وقد استجاب له على الفور رئيس مجلس الشيوخ معربا عن مساندة مصر للمغرب على المستويات كافة